نرجع تاني مع بعض ونروح للنجم من النجوم المميزة اللي كان وحشني جدا بقى له فترة كده بعيد شوية كابتن صلاح عشور طبعا لعب اتحاد الشرطة ومبي والزمالك اللي انتخب مصر السابق ومنورنا وبقى مدرب بقى خلاص وشكله اتغير شوية ازاك صلاح؟ ازاك ابت كريم الحمد لله يتمين منور والله ده نورك بنا خليج اخبارك انت فين مختف لا خالص لا موجود ابتدينا بقى كرير جديد تدريب اه تدريب فالواحد ما بيظهرش يعني اه ده ربنا يوفقك تجربة كويسة يعني اه اه اقول لي بقى انت مسك فريق بايونيرز بايونيرز اه اه انا وكابتن احمد عبدالظاهر هو المدير الفني من فرودة اه اه امبي عمل تجربة كويسة يعني انا شايفها ممتازة يعني ياريت اندهي كتير تعمل انا اظن الاهل ابتدى يخشت عملت كير مع ديلفي اه وسيراميكا عملت مع ضايروت طريبا صح فهي تجربة كويسة لان انت انا سمح ويك بتتكلم على الناشئين وعلى الامبي عنده فكر الاستفادة من ناشئين الى اقصى الحدود اللعيبة اللي ما بتتأيدش في امبي بتروح بايونيرز مش اللي ما بتتأيدش اللعيبة من الناشئين عشان اه عشان يدوم خبرات عشان يديهم الخبرات وعشان بيبقى فيه لعيبة كويسة وممكن الفريق الاول ما يبقاش تقدر تأيد العدد الثلاثين لعيب من المسلا الفين وثلاثة دلوقتي هاي اللي عليها الدور اه ما تقدرش تأيد العدد ده كله فبتاخد مجموعة والباقي بتعرض عليهم ان هم يشتغلوا في بايونيرز في اللي بيوافق طبعا وفي اللي بيروح اداء اوه ومشي هالدنيا ازاي مع بايونيرز دلوقتي اه والله تولا بستة جولات في الدور اه يعني احنا عاملين الهدف برضو بتاع استاذ ايمان شراي انا بحيي يعني ان هو مهتم بالتجربة ومهتم بقاعدة الناشئين كابتن حمس معيل كابتن عماد جابر اه وقابليهم الكابتن امام حمدين عاملين قطاع ناشئين محترم فهما بيحاولوا ان هما يستفيدوا من اللعيبة ديت وهدفهم حتى في القطاع دلوقتي الهدف التطوير قبل النتائج احنا عاملين نتائج كويسة طبعا وهدفنا ان احنا نصعد ان شاء الله في التلاتة اللي هيصعده لدورة الترائي ايه هدفنا ان احنا نعمل لعيبة تاخد خبرات يعني احتكاج بتاع الدرجة الاولى التجربة دي صعب اخد بالك يعني يمكن اصعب من الدور المحترفين او الدور الممتاز لان انت بتقابل ملاعب مش احسن حاجة بتقابل بتلعبوا قسم التاني بي قسم التاني بي مجموعة بحر مجموعة بحر فهي تجربة كويسة يعني ان شاء الله وليه كمان كمدرب تاخد فيها خبرات كويسة اه طبعا هما كمان يعني هما يعني الاستاذ عيمان كان قال ان هو عايز يعمل من القطاع يبقى مدربين القطاع هما اللي بيشتغلوا في النادي حتى في الدرجة الاولى كويس يبقى احتكاج للعيبة والمدربين والمدربين اه فهي انا بالنسبة لي شايفة تجربة هيلة يعني هيلة بالنسبة للنادي وبالنسبة لي نحنا كمان واللعيبة طبعا اشتركوا في القناة